اشتركوا في القناة ومع زميلي وأخي الفاضل سيد رمضان عمامرة هذه الزيارة التي جاءت في هذا الشهر الكريم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير للشعب الجزائري الشقيق سعد جدا بلقائي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون الذي دائما تعلم من نصائحه ومن خبرته طويلة ومن حنكاته السياسية جاءت هذه الزيارة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ووصولا لانتخابات نزيهة وشرعية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أكد على التزامه والتزام حكومة الجزائر الشقيق بدعم جهود هذه الحكومة ووصولا إلى انتخابات نزيهة قريبا بإذن الله وأن هذا هو الحل الوحيد للشعب الليبي الشرعية والانتخابات وصولا إلى بر الأمان والاستقرار أيضا تشاورنا في العديد من الأمور الجانبية ما بين البلدين الشقيقين وتناولنا الكثير من الملفات المهمة وكان الحديث دائر حول أهمية الاستقرار لليبيا لأنه استقرار للمنطقة واستقرار لكل الدول العربية ولدول المغرب العربي أيضا تتحدثنا وتطرقنا إلى كيف نعالج هذه الأزمة السياسية الراهنة وهي بالصبر وبالحنكة وبالعمل مع شقائنا الجزائريين وصولا لبر الأمان وهو الانتخابات والشرعية قريبا بإذن الله شكرا